نهاردة 14 أكتوبر هو عيد القوات الجوية كنت بقول حدكم شهر أكتوبر شهر الانتصارات والأعياد وهتفضل دايما في روح النصر وروح أكتوبر بمناسبة عيد القوات الجوية الموقع الرسمي لوزارة الدفاع نشر وقاء المؤتمر السحفي لقواتنا الجوية ودورها في حرب أكتوبر دايما خلاص يعني أكيد يمكن ده مطلوب للأجيال الصغيرة لكن احنا خلاص عارفين طبعا دور قواتنا الجوية الدفاع الجوي والضربات الجوية الأولى طبعا في التمهيد للأرض وفي خلق طبعا الغطاء للعبور فيعني كل تحية لقواتنا الجوية كل تحية للجيش المصري وللشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر نتابع مع حضراتكم بالتقرير عن قواتنا الجوية وعيدها لهجماتهم صوت الزلزال ولضرباتهم الموجعة وقع الصعر يحيلون السماء جحيما في وجه أعدائه ويطون المدى مخترقين حاجز المستحيل القوات الجوية المصرية نسور في السماء أكد الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار دفاعا عن سماء مصر وردعا لأي عدوان على مجالها الجوي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية والذي يوافق الرابع عشر من أكتوبر من كل عام في ذكرى معركة المنصورة الجوية ونلتقي بكم في هذا اليوم من كل عام لنحتفل بيوم يعتز ويفهر به رجال القوات الجوية على مر الأجيال والذي يسدع سجلا مشرفا نحرص على أن نرسخه في وعي الأجيال ليستمدوا منه إلهاما متجددا يعز في قلوبهم قيمة الوطنية والانتماء لمصر وأرضها وهو ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 73 حيث دارت معركة المنصورة الجوية لمدة تصل إلى 53 دقيقة ومشاركة أكثر من 150 طائرة من الجانبين في أطول معركة جوية التي برحمت على المدى الجاهزية والكفاءة العالية لرجال القوات الجوية ووجه قائد القوات الجوية التهنئة لرجال القوات الجوية بمختلف تخصصاتهم بمناسبة عيد القوات الجوية مشيدا بما يبذلوه من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصر الغالية على كافة حدودها الاستراتيجية وطالبهم بمواصلة العمل ليل نهار لاستمرار تحقيق النجاحات التي يحققها نصور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار ولتبقى ذكرى نصر أكتوبر برهانا حيا ومتجددا على شموط قواتنا المسلحة وشجاعة وتضحيات أبطالها ورمزا لعظمة مصر وصلبة إرادتها وعزيمة شعبها مضحينا بأرواحنا لحظ أمن والاستقرار وطننا داعينا الله عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وأن يبلغنا جميعا ما نصب إليه من عزة وأمن ورخاء في ظل قياداتنا الرجيلة مؤكدا أن الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة يستهدف تطوير وتحديث قدراتها من نظم أساليب القتال الجوية لتنفيذ كافة المهام التي تكلف بها القوات الجوية تحت مختلف ظروب وكان من أهم النتائج والدروس المستفادة من هذه الانتصارات أن انتهجت قوات المسلحة وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع في التسليح فشهدت كافة الأفراريسية ومنع القوات الجوية في السنوات الأخيرة تفرطا في منظومات التسليح من ضمام العديد من الطائرات والإنكترات من أحدث ما وانتجه من أسلحة الجو مشيرا إلى وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة البتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة والالتزامات المخططة والغير مخططة التي تسند إليها في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود الدولة والمشاركة في خدمة المجتمع المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر